أزايكم يا سانرا عاملين ايه رب تكونوا بخير تعالوا نشوف النهاردة مع بعض ايه الفرق ما بين السعلب الفنك والسعلب الفنك او السعلب الصحراوي قلتلكوا يا سانرا بع اي حاجة نلاقي فيها كلمة كودبي زي السعلب القطبي نعرف انه هو بيعيش في التلك السعلب الفنك سموه بالسعلب الصحراوي علشان هو بيعيش في الصحراء عايزين دلوقتي نقارب مع بعض ما بين تكيف السعلب الكتبي وما بين تكيف سعلب الفنك في الصحراء لا يا سنة ربعة ان السعلب الكتبي بيعيش في صحراء الطندرة الباردة الجفة ازاي صحراء يا مزداليا وازاي بتقولي باردة وجفة هي صحراء علشان ما فهاش حياة باردة وجفة علشان مضغطية بالجليد يبقى السعلب الكتبي يعيش في صحراء الطندرة الباردة الجفة اما سعلب الفنك سموه بالسعلب الصحراوي لانه بيعيش في الصحراء الحرة الجفة يبقى سعلب الفنك صحراء حرة جفة اما السعلب الكتبي صحراء الطندرة الباردة الجفة يعني حياتهم عكس بعد خالص دعالوا بقى نشوف يا سنة ربعة مع بعض التكيفات التركيبية و التكيفات السلوكية في كلهم من السعلب القتبي و سعلب الفنك او السعلب الصحراني اول تكيف تركيبي ف السعلب القتبي ركزوا ف السورة الي قدامكم كويس هتلاقوا ان اذن الratosعلب القتبي قصيرة اذن السعلب القتبي قصيرة كما سيقانه قصيرة ركز في الصورة هتلاقي ان اذن ودايا ورجل السعلب الكتبي بتكون قصيرة يبقى اذن وصيقون السعلب الكتبي قصيرة علشان تساعده على الدفء في وسط الجليد ده اول تكيف تركيبي تاني تكيف تركيبي في السعلب الكتبي ان جسمه مغطى بفروة ابيض كسيف فروة ابيض علشان يقدر ان هو يتخفى في السلك ويستاط فرائسه كسيف علشان يساعده على التدفئة يبقى اي حاجة ياولاد ربنا خلقها زي الفرو والازن والصاق دي كلها تكيفات تركيبية تعالوا بقى نشوف زي السعلب الكتبي بيغيى اللونه حسب فصول السنة هنلاقي ان السعلب الكتبي في فصل الشتاء بيمتلك فروة ابيض السعلب الكتبي في فصل الشتاء بيمتلك فروة ابيض اما في فصل الصيف لون الفرو بتاعه بيتحول الى اللون البني ليه علشان يتمكن من التسلل الى الفرائس عند زوابان الجليد السعلب الكتبي من الحيوانات اللي بتغيى اللونها حسب فصول السنة ازاي في الشتاء بيكون في تلج فبيكون لونه ابيض لون فرو ابيض اما في الصيف التلج بيدوب فلون الفرو بيتحول الى اللون البني علشان يتمكن من التسلل الى فرائسه عند زوابان الجليد طعالوا بيس اننا ربعا نشوف التكيفات التركبية اللي موجودة في سعلب الفنك اللي هو السعلب الصحراوي هنلاقي ان سعلب الفنك له ازن طويلة اما السعلب الكتبي ازن قصيرة سعلب الفنك له ازن طويلة السعلب الصحراوي له ازن طويلة اما السعلب الكتبي له ازن قصيرة الازن الطويلة دي ياولاد بتساعدوا على فقد الحرارة لتبريد جسمه عشان هو بيعيش في الصحراء فدركة الحرارة فيها بيكون عالية جدا بأول تكيف تركيبي فيه السعلب الصحراوي لهو سعلب الفنك له ازن طويلة ايه فادية الازن الطويلة بتساعده على فقد الحرارة لتبريج جسمه يبقى السعلب الكتبي كد ازن قصيرة تساعده على التذفئة اما السعلب الصحراوي ازن طويلة تساعده على تبريج جسمه لانه بيعيش في الصحراء تعالوا بقى نشوف التكيفات السلوكية في كل من السعلب الكتبي والسعلب الصحراوي لا يا ولاد ان السعلب الكتبي بيدخل في الجحور اثناء الليل ليه؟ علشان يحصل على التدفئة يبقى يا ولاد من التكيفات السلوكية في السعلب الكتبي ان هو يعيش فيه الجحور ليلا ليحصل على الدفء من التكيفات السلوكية خلي بالكو فيه السعلب الكتبي يعيش في الجحور ليلا ليحصل على الدفء اما من التكيفات السلوكية في السعلب الصحراوي يعيش فيه الجحور نهارا يعيش فيه الجحور نهارا ليه سعلى بالفينك هيعيش في الجحور نهارا عشان الجو في الصحرة طول النهار بيكون حر جدا فهو بيتدور على مكان ظل علشان يحافظ على برود الجسم يبقى من التكيفات السلوكية اللي في سعلى بالفينك اللي هو بيعيش في الجحور بس بالنهار ليه علشان يحافظ على برود الجسم كمان يا ولاد بيحافظ على برود الجسم عن طريق اللهس عن طريق اللهس وبيتنفس 700 نفس في الدقيقة سعلب الفينك بيعيش في الجحور نهارا بيعتمد على اللهزة علشان يحفظ على برودة جسمه بيتنفس بمعدل 700 نفس في الدقيقة اما السعلب الكتبي كان بيعيش في الجحور ليلا علشان يحصل على التدفئة ومن هنا اللاقي ان سعلب الفينك عكس سعلب الكتبي وبكده سنة رابعة نكون قررنا ما بين التكيفات التركوبية والسلوكية في كل من السعلب الكتبي والسعلب الصحروي اتمنى نكون في التكو بالتوفيق يا سنة رابعة